تحضيراً لشهر رمضان تراهن الحكومة هذه السنة على تحسين القدرة الشرائية للمواطن باتخاذ إجراءات وتدابير استباقية تكبح الجشع وتحارب المضاربة لضبط السوق خاصةً وأن قانون المضاربة الجديد جاء للحد من كل التلاعبات التي تمس بقوة الجزائريين كل إجراءات تحضيرية إلي وفيها منفعة حتى ولو ترتفع الأسعار إلا أن هذه الإجراءات تكون كابحاً لعدم ارتفاعها أكثر بما هي عليه لما نشوف الآن الحمد لله عندنا قانون مضاربة نحن مطمئنون في بعض المنتوجات الأساسية كالزيت والسميد والحليب الحمد لله تبقى الآن مشكلة الخضر والفواكه نتمنى أن تكون هذه الإجراءات الميدانية العملية يعني موفقة حتى ولو تكون هناك زيادات تكون زيادات ضائلة لا تحق الكهل المجتمع الجزائري وبتخفيف أعباء المواطن بالإجراءات المتخذة ستشهد أيضاً الفترة ما قبل بداية شهر رمضان تنظيم أسواق جوارية وتموينها بمشاركة العديد من القطاعات الوزارية وتستمر إلى ما بعد عيد الفطر تنظيم أسواق جوارية ونعممها على مستوى كل دوائر وكذلك يكون فيها البيع ترويجي البيع المباشر وكذلك البيع بالتخفيض يشارك في الاتحاد العام التوحيل في الجزائرين وكل قطاعات وزارية ذات سلع هذه السنة الإيجابي أن الكثير من القطاعات الوزارية تشارك في هذه الأسواق وبالتالي هذه المشاركة من شأنها أن توفر الكثير من السلع وتضمن تموين هذه الأسواق إلى نهاية شهر رمضان الشيء الإيجابي كذلك أنها ستبدأ 15 يوم قبل شهر رمضان وتتواصل إلى ما بعد عيد الفطر رهانات جميع القائمين على تحسين القدرة الشرائية للمواطن من خلال تكثيف مختلف الجهود ومع قرار رفع الأجور ما يساهم بشكل كامل الحفاظ على كرامة المواطنين